اكتشفت البعث على الأسرية الإيطالية البولندية المشتركة والعاملة في نعبد الملك ني وسرع بأبو غراب شمال أبو صير بقايا مبنى من الطوبة اللبن أسفل المعبد والذي تشير الدراسات المبدئية إلى أنه ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة والمعروفة من خلال المصادر التاريخية والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن وسيتم استكمال الحفائل بالموقع للكشف عن المزيد حول هذا المبنى حيث أن بقايا المبنى المكتشف يتم الوصول إليه من خلال مدخل مشيد من الحجر الجيري يؤدي إلى المنطقة بين المخازن في الشمال ومنطقة الفناء الواسع إلى الغرب حيث يوجد ما يشبه الأرضية الممهدة من الطوب اللبن وتحتوي على بلوكات ضخمة من الكورتس بعضها زواجهم مصقول ومغروسة في الأرضية أسفل أرضية معبد ني وسرع دكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأسرة المصرية قال أن بقايا المبنى المكتشف تشيئ أنه مشيد من الطوب اللبن وقد تمت إزالته جزئيا بواسطة ني وسرع لبناء معبده لافتا إلى أنه تم الكشف عن العديد من الأواني الفخرية بالموقع والتي ربما استخدمت في طقوس الأساس للمعبد الأقدم والذي تم الكشف عنها في الركن الشمالي الشرقي من الداخل لمعبد الشمس وأسفل البلاطات الحجرية لأساسات معبد الملك ني وسرع من جانبه قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آسار سقارة أن ودائع الأساس وجدت في مستوى الصور المشيد من الطوب اللبن للمعبد القديم وهي عبارة عن أواني البيرة وأواني ميدوم وبعض الأواني ذات الحفر حمراء وأضافت دكتورة روزانة بيرلي رئيسة البعثة من جامعة نابولي الإيطالية أنه تم العصور أيضا على العديد من الأجزاء من الأختام الطينية والتي تحمل أسماء ملكية منها يحمل الاسم الحوري للملك شبس سكارع من الأسرة الخامسة والذي لا نملك معلمات عنه كثيرة مؤكدة على أن المكتشفات الجديدة ربما تشير إلى وجود أنشطة له في هذا الموقع مما قد يغير من معرفتنا عن تاريخ هذا الملك خاصة وعن الأسرة الخامسة عامة وأكد ماسيميليانو نوزولو رئيس البعثة من الأكاديمية البولندية العلوم بورسو أن البعثة سوف تستكمل عملها في القريب العاجل في محاولة الكشف عن المعبد القديم وإزاحة السطار عن المزيد من الأسرار حول هذا المبنى